عارفين الفيديوهات اللي كنا بنشوفها كده في التلفزيون ان هو مسلا حد يصور كائن حي زي الحشرة اللي قدامنا دي او النملة اللي قدامنا دي وكان بيصورها طبعا باستخدام معدات لازم لمعدة تصوير تكون بتجيب الحاجة بشكل واضح واتكبرها بالشكل ده بفرض ان النملة دي حجمها صغير جدا وطبعا المعدات دي والتكلف دي بتكون غالية جدا برضو مسلا شايف النحلة دي مسلا جايب هنا نحلة وهي نازلة في الوردة بالشكل ده وطبعا يعني فضل شوية يجيب لك تفاصيل النحلة بتفاصيل اكتر هنا كمان عندك هنا دي واقفة هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين على ورق الشجر وبيصورها بخلفية بتلمع وحاجة يعني حلوة او في الفيديو بصراحة يعني حاجة جميلة جدا كذلك الامر هنا هتلاعز هنا في الفراشة دي وهي واقفة هنا فين واقفة على آآ وردة بالشكل ده متصورة زي ما احنا شايفين بالشكل ده برضو هنا متصور عنكبوت وهو ماشي على الخيوط والخيوط عليها مية زي ما انت شايف كده حاجة يعني ايه ده حاجة جمدة جدا وهنا برضو هو بيحاول العنكبوت ان هو يزبط الايه الدنيه برضو هنا عندك فيه نملة تانا هو وهي بتحاول ان هي تاخد هنا حتة الاكل اللي قدام دي وتروح في اي حتة تانية بعيد طبعا الفيديوهات اللي ان شفتها قدامك دي فيديوهات تبعين ان هي حقيقة ولكن انا مش عايز اصدمك واقولك ان الفيديوهات دي انا عاملها بالزكاء الاصطناعي ايوه انا اللي عاملها باستخدام الزكاء الاصطناعي بخطوتين اتنين بس قدرت اعمل الفيديوهات دي من غير بقى محتاج لكاميرات ولا اي حاجة من الحاجات دي واقدر دلوقتي ان انا اخد الفيديوهات دي اجمعها على بعضها واعمل محتوى مع شوية نوسيقى حلوين كده واعمل محتوى وانشروا حاجة في المنتهى الجمال والروعة فلو انت مهتم بتعرف ازاي انا عملت الحاجات دي دوس لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو اهلا بيكم في فيديو جديد معكم محمود خدر والفيديو ده هشرح لك ازاي تعمل الفيديوهات اللي انت شفتها في الاول وان شاء الله هنعمل شوية فيديوهات حلوين وهفهمك ازاي تعملها بخطوات سهلة وبسيطة جدا تقدر تعمل فيديوهات تنشرها على اليوتيوب او اي منصة وتعمل محتوى قوي جدا انا بديك الفكرة ولكن انت عليك ان انت تستغلها وتطورها كل ما عليك ان انت هتدخل على الموقع اللي انا هقول لك عليه دلوقتي وهو موقع الموقع ده ممكن تدخل عليه من خلال الرابط اللي هصبه لك في وصف الفيديو او من خلال انك لو دخلت على جوجل وكتابة هيزهر لك اول رابط دوس عليه هيفتح لك الصفحة دي مهم جدا ان انت هتسجل حساب في الموقع فلو انت مش مسجل مهم ان انت تسجل باستخدام حساب جوجل عشان يديك نسخة مجانية تقدر تستخدم فيها الموقع بشكل مجاني هتروح هنا على حاجة اسمها هتضغط عليها بالشكل ده وبتيجي هنا عندك حاجة اسمها وعندك حاجة اسمها والسابجيكت ريفرانس دي كنت انا شرحة في الفيديو اللي فات اللي هي بتقدر تضيف مسلا صورة والصورة دي ممكن تخليها تعمل فيديو كنت انا مسلا ضايف صورة كريمة عبدالعزيز وعمل فيديو بالشكل ده وصورة عمل اللي واحد بيعمل سحر بالشكل ده ممكن تشوف الفيديو اللي فات واعتقد ان انت هتستفيد منها كتير جدا لكن انا هركز معك النهاردة على التيكستو فيديو لانه دي بصراحة يعني مدتهاش حقاها خالص قبل كده كنا دائما بنستخدم الامش توفيديو في عمل فيديوهات ولكن ما استخدمتش التيكستو فيديو التيكستو فيديو على فكرة بتعمل فيديوهات جميلة جدا بس هي بتعتمد على البروميت يعني دي هي نص يتحوله لك الفيديو وبرضو الموقع بيستخدم ان هو يعمل لك تحسين البروميت يعني لو حسن البروميت ناقص بيحسنه لك هاجي حد يقول لي بس البروميت ده انت لازم يبقى انجليزي والموضوع هيبقى صعب واحنا ما بنقفش نعمل انا هقول لك على خطوة بسطة خالص انا عملتها كل اللي انا عملته ان انا رحت على شات جي بيتي ولو انت متعفش في شات جي بيتي ده شات بوت وبنقدر ان احنا نديله كلام بس يحول هنا الكلام ايه يكون احترافي اكتر انا مثلا جيت هنا وقلت له ايه بقول لك يا غالي عارف تصوير الحيوانات القريب جدا يعني مثلا تصور نملة من القريب قوي وهي بتشيل اكل او نحلة وهي بتطير فوق الظهور عاوزك بقى تكتيب لي خمسة بروميت حلوين بالانجليزية عن حشرات شابه كده انا حتى كلمة حشرات كتبتها غلط بس هو ايه بيفهمها حد واحد اللي هو رد عليه قال لي اليك خمسة بروميت مميزة بالانجليزية كتب لي بقى واحدة عن عن الانت اللي هي النملة والبين هي النحلة اللي هو العنكبوت اعمل الخمسة بالشكل ده فروحت انا رايح واخد كل واحد كده كليك يمين كوبي حددته الاول خدته كوبي وروحت رايح على هنا وروحت امدي له وبعد كده ضغطت على هتبدأ على طول ان هو يعمل لي الايه الفيديو طيب عشان برضو يبقى الموضوع واضح هروح اعمل نيو شات وهاجي هنا بعد مقابل ما اعمل نيو شات هاجي اكتب له برضو بروميت بالشكل ده بسيط جدا هو نفس البروميت اللي انا كنت اعمله بس هخلي المرة دي بدل ما هو هيعمل لي خمسة هقول له مثلا اعمل لي ايه عشرة هيجي حد دول ما انا عايز اعمل كتير تمام او ممكن اقول له ايه هقول له مثلا اعمل لي خمسة ممكن اقول له اعمل لي عشرة اه عشرة بروميت وممكن اقول له مثلا ايه عن حشرات شبه كده ماشي وهاجي بعدك شبه كده دي ات وهقول له ايه واعمل لكل حشرة مشهدين مشهدين يعني عايزين كل حشرة لها مشهدين وهضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي انه هو ينفز لي اول حاجة النملة كتب لي هنا مشهدين للنملة ها بعد كده النحلة وهيكتب لي مشهدين للنحلة والفراشة وهيعمل لي هنا حاجة اسمها اليعسوب والخنفسة والسرعوف يعني هيبدأ يعمل هنا العشرة وكل واحدة لها ايه مشهدين فتعالى مثلا كده بقى هاخد انا ايه المشهد التاني ده بتاع النملة ده كده كوبي وهارجع به تاني هنا على موقع هلو وهضيفه له هنا مثلا وهضيس على كريات مفروض انه هو يبدأ اعمله على طول ممكن برضه ارجع اخد المشهد الاولاني هو طبعا هيكونه منفاصلين وارجع تاني كده ها واضيفه لموقع هلو بيست واضغط على كريات هيبدأ انه هو يعمل المشهد ده وهكذا عندك اكتر من المشهد ممكن تجمع بقى انت الجرد والبعض والحاجات ده كلها واستخدم الموقع في ان انت تعمل صورة هيجي حد يقول لي بس الموقع مش هدينا فرصة ان احنا نعمل النسخة المجانية ده كلها لا هو الموقع لو انت مشترك عليه اول مرة بديك اول تهات تيام مجاني تماما لكن بعد كده بديك ميت كريديت بمعدل تلاتين كريديت للفيديو الواحد فبالتالي ممكن تعمل حوالي تلات فيديوهات يوميا فدي فرصة كويسة ان انت تجرب الموقع فانا دلوقتي هشوف بقى معاك النتاج النهائية ويحكم بنفسك لان بصراحة انا شايف انه عمل نتاج حلوة جدا يعني بقولك انت ممكن تعمل فيديوهات تنشي عليها محتوى بحاجات شابه كده جميلة جدا وعايز اقولك كمان حاجة مهمة ان الفيديوهات ديت انت ممكن تباعها على مواقع بيع الفيديوهات مواقع زي بيكس بي والحاجات ديت مش اي حد يصورها وفيه ناس بتدورها حاجات شابه دي الحاجات زي دي انت ممكن تباعها تعرضها للبيع فلازم تفكر برس صندوق ان انت ممكن تعمل حاجات شابه كده واتباعها اصلا اتباع بموالغ كبير لان فيه ناس بتحب اشتري حاجات دي وخصوصا لجانب لجانب ممكن يبقى عايز اشتري حاجة شابه كده لو هيشتري حاجة بشكل حقيقي هاشتري غالية جدا لكن انت ممكن تباعها بقى سعر ولو بعتها اكتر من مرة هتكسب كتير تعالى كده بقى بص الفيديو تشوف النملة ماشية وكل تفاصيلها ورجولها يمكن الرجول هناك مش ظهر قوي تظهر معاك من هنا اكتر بس الفيديو حلو قوي عامل زوم انو وحاجة ما شاء الله يعني تصوير رهيب وهو طبعا مش تصوير ده كله ايه ويه تحفة وهنا برضو تعالى بص دي كمان وهي عندها هنا الاستشعارات بتاعتها ووقفة قدام قطعة الكيك ديته وتحاول ان هي ايه تاخد تفاصيل التفاصيل بصراحة يعني خاصية التكستو فيديو في الموقع ممتازة جدا 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 هي عايزة بس حد يكون بيعمل افكار حلوة ويعمل يعني حاجات رائعة هنا برضو نفس النظام دي شفناها تعالى بقى نشوف دي على ورقة هنا بقى على ورقة شوف بقى هنا بتتحرك والورقة عليها كمان يعني مية وحاجات شبه كده حاجة في المنتهى الجميع طبعا تقدر تعمل دونلود للفيديوهات دي هنطلقى ان انت بتضغط على علامة دي وبعد كده تقدر تستخدم فانا عايزك بقى تخش بقى تجرب وحول بقى افكارك لابداع واخد الحاجات تطورها يعني انت ما تاخدهاش مني لا انت لازم بقى تشتغل وتجيب افكار وتشوف وتعمل لانك لو قدرت تعمل حاجة مميزة ممكن تبقى في لحظة يعني عندك محتوى مميز به وممكن تعمل يعني شغل عالي جدا فأتمنى تكون استفاهدت من الفيديو رأيت لو عجبك الفيديو تدس لايك وتسيب الوراك في تعليق لو انت مش مشترك في القناة تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرز عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم